بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأسعد الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وبعد فهذه ورقة مختصرة بعنوان شروح السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى أحاول فيها التعريج على بعض ما وضع على هذا الكتاب الجليل من شروح وحواش وتعليقات ونعرف فيها ببعض هذه المصنفات وأصحابها مع بيان شيء من مناهج تلك الشروح ومزاياها وأهميتها كل ذلك على وجه الاختصار ولا استقصص شروح الموضوعة على هذا الكتاب وإنما أذكر أهمها إلى نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري وأقدم بين يدي ذلك مقدمة مقتضبة في التعريف بالإمام النسائي رحمه الله تعالى والتعريف بعلم شرح الحديث الشريف فأقول هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ولد عام 215 وتوفي سنة 303 للهجرة ودفن بفلسطين على ما صححه واعتمده جمع من الحفاء وهو أحد أئمة الدنيا بلغ الذروة في علم الرواية والحديث وجمع إلى ذلك الفقه والدراية ودقة الاستنباط والفهم لمعانيه بل كان أعلم أهل عصره بالحديث كما شهد له بذلك العلماء في مختلف العصور بعده حتى فضلوه على الإمام مسلم وساووه بالبخاري وأبي زرعة الرازي رحم الله تعالى الجميع وقد تكاثرت نصوص العلماء في الدليالة كذلك على فقه الإمام النسائي وأكتفي من ذلك بكلام تلميذه الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث حيث ذكره ضمن فقهاء الحديث وقال فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه أما كتاب السنن فللإمام النسائي رحمه الله تعالى كتابان بهذا الاسم السنن الكبرى والسنن الصغرى المعروف عند العلماء بالمجتبى وإذا أطلق العلماء كتاب السنن للنسائي فأكثرهم يعنون به الصغرى وهو الذي وضعت عليه شروح أما في أعمال الأطراف وتراجم الرجال فبعض العلماء يعتمدوا الكبرى وبعضهم يعتمدوا الصغرى وليس هذا موضع تفصيل ذلك وهذا الكتاب هو أحد كتب الإسلام ودواوين الحديث العظام التي دارت حولها سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ضمن الكتب الستة المشهورة في علم الحديث وأحد السنن الأربعة أما علم شرح الحديث فالشرح في اللغة هو الكشف والفتح والبيان والتفسير والتوضيح على هذا دارت كتب اللغة وفي الاصطلاح فقد قال العلامة محيدين الأزنيقي في مدينة العلوم قال علم شرح الحديث علم باحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه الشريفة بحسب القواعد للعربية والأصول الشرعية بقدر الطاقة البشرية ونفعه وغايته بمكان لا يغفى على إنسان والكتب المصنفة فيه أكثر من أن تحصى ويمكن أن نأخذ المعنى الاصطلاحي كذلك لشرح الحديث من قول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معالم السنن في سياق بيانه لسبب تأليفه في شرح سنن أبي داود السجستاني قال وما طلبته من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعف وإضاح ما يشكل من متون ألفاظه وشرح ما يستغلق من معانيه وبيان وجوه أحكامه والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها إلى آخر كلامه فيلاحظ في كلام الخطابي والأزنيقي عدم التطرق إلى إدخال ما يتعلق بشرح الأسانيد ومقاصد المؤلفين في معنى الشرح مع أن هذه الأمور داخلة في مهام الشرح ولكن ذلك لأن تطرقهم كان للمعنى الأخص في بيان معنى شرح الحديث إلى كتبه ولذا قال صديق حسن خان القنوجي في أبجد العلوم كل من شرح كتابا من كتب السنة المطهرة وأتى بما ينبغي له وقضى حقه فقد شرح الحديث وشرح الحديث على أقسام ثلاثة الشرح الموضوعي والشرح الموضعي والشرح المزي وليس هذا موضع تفصيلها وبيان الكتب المؤلفة على كل طريقة على حدة وأشرع الآن في بيان شروح سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأذكر فيما يأتي بعض ما وقفت عليه من شروح السنن لإمام النسائي دون غيرها من أنواع الكتب التي خدمت السنن كالأطراف والرجال ونحوها وأرتب هذه الشروح على سني وفيات أصحابها إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري فلا تطرقوا للجهود المعاصرة حولها وإن كان بعضها مما يشكر عليه أصحابها وأحاول الكلام باختصار عن قيمة كل شرح ومنهجه ومعرفا بالشارح إن كان من غير المشهورين وقبل سرد الشروح أريد أن أشير إلى أن هذا الكتاب العظيم الذي هو سنن الصورة لم يسعد بما سعد به غيره من السنن الأربعة شرحا وخدمة فضلا عن الموطئ والصحيحين وقد أشار إلى هذا الإمام الحافظ جلال الدين السعودي رحمه الله تعالى حيث قال في مقدمة حاشيته على سنن قال له منذ صنف أكثر من ستمائة سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق ولا يريد السيطي هنا نفي مطلق التصنيف في شرح السنن وإنما يريد نفي الاشتهار والتداول وكلامه بهذا التوجيه مسلم لاعتراض عليه الشرح الأول كتاب المجتبى من المجتنى في رجال كتاب أبي عبد الرحمن النسائي في السنن المأثورة وشرح غريبه ألفه الأستاذ اللغوي العلامة المتفن أبو المظفر محمد بن أحمد الأبي وردي الكوفني المتوفى سنة خمسمائة وسبعة وقد نسب هذا الكتاب إليه أقوث الحموي في معجم الأدباء ولم أقف عليه مطبوعا ولا مخطوطا ومن عنوانه أنه في الرجال وشرح الغريب لا شرح الأحاديث وقد ذكرته نظرا لوجود المناسبة بين شرح الغريب وشرح الحديث الشرح الثاني شرح أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رسد الجد المتوفى سنة خمسمائة وثلاث وستين الهجرة أو نقول بعبارة أدق الشرح المنسوب إلى أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رسد الجد قال العلامة محمد مخلوف في شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية قال عن هذا العالم له برنامج حافل وتفسير في أسفار وله شرح على النسائي حفين للغاية هكذا نسب الشيخ مخلوف رحمه الله تعالى هذا الشرح لأبي القاسم أحمد بن رسد وتابعه عليه بعض الباحثين المعاصرين ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الشيخ محمد مخلوف وهم في هذا وأنه ليس لأحمد بن رسد شرحا على سنن النسائي ولا على غيره من كتب الحديث وأستدل على هذا بعدة أمور أولا الصيغة التي سرد بها الشيخ مخلوف مؤلفات أبي القاسم أحمد بن رسد ووصفه لها تجعل المتأمل يذهب إلى ترجيح حصول تداخل بين ترجمة أبي القاسم المذكور وترجمة ابن النعمة صاحب شرح سنن النسائي الآتي وهو أندلسي غرناطي معاصر لأحمد بن رسد ومشارك له في بعض شيوخه قال الشيخ مخلوف في ترجمة أبي القاسم بن رسد له برنامج حافل وتفسير في أسفار وله شرح على سنن النسائي حفيل للغاية وفي ترجمة ابن النعمة قال له برنامج حافل وتآليف مفيدة حسنة منها ري الضمآن في تفسير القرآن في عدة أسفار كبار وكتاب في شرح سنن النسائي لم يتقدمه أحد بمثله بلغ الغاية احتفالا وإكثارا فالمؤلفات التي ذكرها مخلوف لأحمد بن رسد هي هي المؤلفات المذكورة في ترجمة ابن النعمة ووصفه لمؤلفات أحمد بن رسد بأنها حافلة وفي عدة أسفار هو ذات الوصف لمؤلفات ابن النعمة فهذا يثير الشك ثانيا أن أحمد بن رسد لم يذكر بالتصنيف والتأليف عند من ترجم له لا في التفسير ولا في الحديث ولا في غيرهما بينما يتفق العلماء على نسبة مؤلفات في هذه الموضوعات لابن النعمة ثالثا أن هذا شرح لم أقف على من نسبه لأبي القاسم أحمد بن رسد ممن ترجم له من الأندلسيين ولا من غيرهم بدءا من بلديه ومعاصله وقرينه أبي القاسم بن بشكوال فهلوم جرا بل لم يذكر في ترجمته أن له مؤلفات أصلا ولم أقف على من ذكر هذا الكتاب قبل الشيخ مخلوف والشيخ مخلوف عالم معاصر توفي سنة 1360 للهجرة رحمه الله تعالى وهذا كاف على الأقل في التوقف في نسبة هذا الكتاب لهذا العالم والله تعالى أعلم رابعا أن وصف الشرح بأنه حفيل للغاية ولكتاب مثل السنن للنساء ولمؤلف من بيت علم مشهور بالعلم والقضاء والفضل حري بأن يتداول العلماء الحديث عنه فلهذه الأدلة التي قدمتها يترجح لدي والله تعالى أعلم أنه ليس لأبي القاسم أحمد بن رسد شرحا على السنن للنسائي وأن شيخ محمد مخلوف قد وهم في نسبة هذا الكتاب إليه وأن ترجمة بن النعمة دخلت في ترجمة بن رسد عند الشيخ مخلوف على غرار ما يعرف عند المحدثين في باب المدرج بدخول حديث في حديث ضمن أوهام الرواه وهنا قد دخلت ترجمة في درجمة على شيخ مخلوف والله تعالى أعلم الشرح الثالث شرح بن النعمة المتوفى سنة 567 للهجرة هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن خلف الأنصاري الأندلسي البلنسي يعرف ببن النعمة العالم المتفنن الفقيه الحافظ الموصوف بالجلالة ورسوق في العلوم انتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى قال الضبي المتوفى سنة 599 في بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس قال عن هذا العالم روا فأكثر وألف فأحسن شرح كتاب النسائي في عشرة أسفار شرحا لم يتقدمه أحد ووقفت عليه ببلنسية وقال ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة وله تواليف جليلة مفيدة منها كتاب ري الضمآن في تفسير القرآن وهو في عدة أسفار كبار وقفت على أكثره بخطه وكتاب الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن لم يتقدمه أحد إلى مثله بلغ فيهما أي في التفسير وفي شرح النسائي بلغ فيهما الغاية من الاحتفال والإكثار وهنا يطرح سؤال بعد أن تقدمت بعض الأقوال الجليلة في وصف هذا العالم وفي وصف كتبه هل وصلنا هذا الكتاب في شفح سن النسائي وهل وصلتنا بقية مؤلفات هذا العالم الجليل تتبعت هذا الأمر وقد وصلت إلى الآتي قد ذكرت زاركليو في الأعلام نقلا عن الأستاذ المنوني أن لتفسيره المسمى ري الضمآن نسخة كاملة في المغرب في 57 جزءا فليراجعه من شاء وفي ترجمة تلميذ ابن النعمة أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الأنصار نتوفى سنة 609 عند ابن الأبار في التكملة قال انفرد بقراءة تأليف ابن النعمة في تفسير القرآن المترجم بري الضمآن ولا أعلم أحدا من أصحابه أكمل قراءته عليه سواه وأما برنامجه فقد ذكر ابن الأبار في ترجمته لابن النعمة أنه رواه عنه ونقل منه في كتابه التكملة وفي ثنايا كتب الأثبات وأسانيد القراءات نجد كثيرا من أسانيد القرآن تمر من طريقه مما يشعرنا أن الأندل صيين قد نقلوا عن برنامجه ثم انتشرت أسانيده بعد ذلك والله تعالى أعلم أما الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن لابن النعمة فيبدو والله تعالى أعلم أنه فقد منذ زمن ونسأل الله أن يكون متواريا في إحدى المكتبات ويكشف عنه في أحد الأيام فلم أقف على من ذكر له نسخة خطية ولا وقفت على من نقل عنه ولا رأيت من يرويه عنه فيما وقفت عليه من كتب الأسانيد والأثبات والفهارس والتراجم سوى ما ذكره الضبي أنه وقف عليه في بلنسيا كما مر وقد قال الحافظ السخافي رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب قال ما وقفت عليه حتى قال محمد منير الدمشقي في نموذج الأعمال الخيرية رحمه الله قال وهذا الشرح لم يذكرهم لكاتب جلبي في كتابه كشف الظنم ولعله لا يوجد منه الآن في المكاتب العمومية نسخة ولا علمت أحدا نقل عنه أو ذكر وصفه الشرح الرابع من شروح سنن الإمام النسائي شرح محمد بن علي الحسيني المتوفى سنة 765 قال الحافظ ابن حجر في الدورة الكامنة نقلا عن شيخه الحافظ العراقي شرع في سنن النسائي شرع في شرح سنن النسائي الشرح الخامس وليست عندنا معلومات أكثر عن هذا الشرح الخامس شرح زوائد سنن النسائي لابن الملقن المتوفى سنة 804 قال الحافظ السخاوي في بغية الراغب المتمني شرح زوائده السراج أبو حفص بن الملقن وسبيله فيه كسبيله في شرح زوائد غيره فقد شرح ابن الملقن زوائد مسلم على صحيح البخاري وشرح زوائد سنن أبي داود على الصحيحين وشرح زوائد الترمذي وابن ماجه وهذا شرحه على زوائد النسائي ولم أقف عليه مطبوعا أو مخطوطا والله تعالى أعلم الشرح السادس القول المعتبر في ختم النسائي رواية بن الأحمر للحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى سنة 902 لهجرة رحمه الله تعالى ورواية بن الأحمر هي للسنن الكبرى ترجم فيه السخاوي للنسائي وبيّن فضل كتابه السنن ومنزلته وأفاض في ذكر من ذهب إلى أن السنن من كتب الصحيح وبيّن شرطه في الرجال وذهب السخاوي في هذا الجزء أن المجتبى أي سنن الصغرى من اختيار بن السني ولعله كان بأمر النسائي ثم تراجع عن هذا القول بعد ذلك وهذه مسألة معروفة مشهورة عند المشتغلين بعلم الحديث هل السنن صغرى من وضع الإمام النسائي نفسه أم هي من وضع تلميذه بن السني وأن ابن السني اختصرها من السنن الكبرى هذا محل نظر وخلافه الشرح السابع بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية بن السني كذلك للحافظ السخاوي المتوفى سنة 902 وهو ختم نفيس على هذا الكتاب تحدث فيه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى بإسهاب عن منهج الإمام النسائي في كتابه هذا ومنزلته بين الكتب الستة ووازن بينه وبين الصحيحين مبينا شرطه وشدة تحريه وفصل القول في طريقته في الأسانيد والمتون وتفسيره لهما وذكر رواته وذكر من شروحه شرح بن النعمة وشرح بن الملقن فقط فكأن السخاوي لم يقف إلا على هذين الشرحين وترجم فيه للنسائي ونقل أقوال أهل العلم فيه وفي هذا الجزء صحح السخاوي أن المجتبى ألفه النسائي نفسه بطلب من الأمير خلافا لرأيه الأول في القول المعتبر من أنه اختصار بن سني بأمر من النسائي ولم يشرح السخاوي في كتابه هذا شيئا من الأحاديث ولا في كتابه السابق وإنما ذكرته هنا للمناسبة بين موضوع شرح كتب الحديث وبين كتب الختمات وما فيها من شرح مقاصد المؤلفين في كتبهم وطريقتهم فيها مما له تعلق وصلة بموضوع شرح الكتاب الشرح الثامن حاشية السيوطي المسمى زهر الربى على المجتبى وهي حاشية للإمام السيوطي المتوفى سنة تسعمة وحد عشر رحمه الله تعالى على السنن الصغرى سار فيها على طريقته في حواشيه على بقية الكتب الستة فهي تعليقات مختصرة مركزة بعبارات متينة تطول وتقصر يعرف فيها بالرواه ويشرح الغريب ويأتي على معاني الحديث وينثر فوائد كثيرة أثناء الشرح ويورد من الشروح التي سبقته غرر الفوائد والمعاني اللغوية والفقهية وغيرها ولكنه لا يشرح كل الأحاديث ولا كل الحديث الواحد وإنما يشرح شيئا ويترك شيئا وقد قدم هذه الحاشية بمقدمة يسيرة تكلم فيها عن سنة النسائي وشرطه فيه وهذه الحاشية هي أول كتاب من شروح النسائي التي تصل إلينا الشرح التاسع حاشية السندي المتوفى سنة 1138 للهجرة هو نور الدين محمد بن عبدالهادي التتوي السندي ثم المدني وصف بالحفظ والتحقيق له عدة حواش على كتب العلماء ومنها حواشيه على الكتب الستة في الحديث ومنها حاشيته على سنة النسائي الصغرى اعتنى فيها بضبط الألفاظ وشرح الغريب والإعراب وربما شرح مراد النسائي في تبويباته مبينا دقة نظره في الاستنباط ويعتني بفقه الحديث باختصار شديد تارة ودون التوسط تارة حسب طبيعة الكتاب ويشير أحيانا إلى أقوال العلماء واختلافاتهم وربما أورد بعض الإشكالات وأجاب عنها ولكن ليس من مقصده استيعاب الأراء الفقهية والخلافات المذهبية وادلة العلماء وفي حاشيته لا يعتني بعلوم الإسناد من ترجمة الرواة وضبط أسمائهم وبيان الاتصال وانقطاع ونحوها من المباحث الحديثية وقد طبعت السنن الصغرى لنسائي مع حاشيتين السيوطي والسندي مرارا وهما حاشية السيوطي وحاشية السندي مكملتان لبعضهما ومع ذلك فإن مجموعة الحاشيتين لا تعطيان الكتاب حقه من الشرح ومع ذلك فهما أكثر الشروح تداولا وشهرة وقبولا بين العلماء الشرح العاشر عرف زهر الربى على المجتبى لعلي بن سليمان الدمناتي البجمعوي المتوفى سنة 1306 للهجرة رحمه الله تعالى وحاشيته هذه طبعت في حياة المؤلف بالمغرب سنة 1299 للهجرة في مجلد لطيف وهي اختصار بل نقول اعتصار لحاشية السيوطي وقد قام الشيخ البجمعوي البجمعوي رحمه الله باختصار كافة حواش السيوطي على الكتب الستة وطبعت كلها في مجلدات صغارة وقد قدمت حاشية البجمعوي على غيره خلافا لشرطي في الترتيب نظرا لارتباطه مع حاشية السيوطي الشرح الحادي عشر تيسير اليسرى شرح المستبى من السنن الكبرى لعبد الرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي اتهام اليمن المتوفى سنة 1248 للهجرة بلغ في هذا الشرح إلى كتاب الحج في خمسة مجلدات كبار وهو مقدار نصف السنن تقريبا واستوفى فيها مقاصد الشروح وهذا أول كتاب يصلنا من شروح سنن الإمام النسائي قام فيه صاحبه بالسيفاء مقاصد الشروح سوى شرح بن النعمة السابق ولكن ذاك الكتاب لم يصل إلينا البهكلي كان من أسرة علمية وتلقى علومه على علماء بلده ضمد ضمد هذه مدينة ضمن إمارة جازان في المملكة العربية السعودية اليوم بعد أخذه على علماء بلده ضمد رحل إلى صنعاء وأخذ عن شيوخها ولازم الشوكاني واشتغل آخر مدته بالسنة النبوية اشتغالا كليا إلى أن توفي رحمه الله تعالى وطريقته في شرحه هذا أنه يترجم للرواة كلهم معتمدا على تقريب بن حجر وخلاصة الخجرجي ويخرج الأحاديث كلها من الكتب الستة معتمدا على تحفة الأشراف للمزي وربما توسع في التخريج ويذكر زيادات الكتب الستة في متون الأحاديث وهذه خدمة حسنة لكتاب سنن ثم يشرح الغريب بعبارة حسنة لتمكنه من علم العربية ويعتني بالإعراب ويتكلم على المسائل اللغوية والبلاغية ويعتمد على كتب اللغة والغريب كالنهاية والقاموس المحيط ونحوهما كما يهتم بالحكم على الأسانيد صحة وضعفا مبينا على الأحاديث وقد ينقل أحكام العلماء فيها ويشرح كلام الإمام النسائي على الأحاديث أما في الفقه فيذكر الأقوال وأدلتها ويناقش بينها معتمدا في ذلك على فتح البارير بن حجر وشرح نووي على مسلم وكتاب شيخه الشوكاني نيل الأوطار وربما ناقش الشراح وشيخه وخالفه في بعض المسائل كمسألة اجتماع العيد والجمعة ويذكر رأيه وترجيحه هو في المسائل متحررا من المذاهب الفقهية ويكثر عنده النقل من كتب السادة الشافعية رضي الله عنه نظرا لنشأته كما يذكر أقوال الزيدية في المسائل الفقهية ناقلا إياها من كتبهم أما في كتب بقية المذاهب الأربعة فغالبا يعتمد على نقل أقوالهم من كتب شروح الحديث كابن حجر والنووي وهذا مما يأخذ على الكتاب في دقة عزوه وعند الفراغ من شرح كتاب من كتب السنن يذكر البهكلي عدد أحاديث ذاك الكتاب وعدد مسانيد الصحابة فيه رضي الله تعالى عنهم وعدد أحاديث كل واحد منهم ولهذا أهمية لا تخفى في ضبط أحاديث الكتاب وحصرها وهي ذات طريقة الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد حقق هذا الكتاب مؤخرا في رسائل علمية في بعض الجامعات السعودية ولكن للأسف قد فقد منه المجلد الأول والأخير نسأل الله سبحانه وتعالى تيسير العثور عليهما ونشر الكتاب كاملا الشرح الثاني عشر شرح سنن النسائي ليحيى بن المطهر بن إسماعيل اليماني المتوفى سنة 1268 لهجرة وهو من تلاميذ الشوكاني وكان من علماء زيدية رحمه الله تعالى ولم أقف على شيء يفيدني حول هذا الكتاب إن كان مطبوعا أو مخطوطا ثم بعد هذا الكتاب توالت شروح العلماء على سنن النسائي من علماء المغرب والحجاز واليمن والشام وعلماء الهند وباكستان وما ولاها ثم بعد نعم ولكن غالب هذه الشروح هي تعليقات وحواش مختصرة في فك الألفاظ وضبط الكلمات والتعريف ببعض الرواة مع فوائد منثورة ولا تفي بمعظم مقاصد الشروح وهذا ما أردت الإتيان عليه من الحديث عن بعض الكتب التي ألفت في شرح سنن الإمام النسائي وكما رأينا أن هذا الكتاب لم يعط من الحظ والنصيب والرزق ما رزقه بقية الكتب الستة ولكن مع ذلك في الشروح المذكورة خير كبير وفضل عميم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسانهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين